بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أعزائي المشاهدين أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته من الشبهات التي تثار حول الإسلام وحول القرآن وحول سنة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان أن بعضا من هؤلاء الحساد الحقاد يقولون بأن طواف المسلمين حول الكعبة وذهابهم إلى تقبيل الحجر الأسود من ضمن مناسك الحج والعمرة إنما يعتبر ذلك عبادة للأوثان وعبادة للأصنام فكيف تقولون هم يقولون ذلك كيف تقولون بأن الإسلام قد حارب الأصنام وقد كسر الأصنام وقد هدم الأصنام ثم أنتم في عباداتكم تقومون بنفس ما تنهون الناس عنه وللرد على هذا نقول متوكلين على الله سبحانه بأن عبادة الحج ليست وليدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في عصر عبادة الأصنام بل كانت من لدن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال ويقول سبحانه وتعالى وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فبناء الكعبة والطواف حول الكعبة لم يكن وليد اللحظة ولم يكن وليد الجاهلية بل كان من لدن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واستمرت هذه العبادة واستمرت الطواف إلى أن أتت عبادة الأصنام ودخل الإنسان في الجاهلية ووضع الأصنام حول الكعبة وبدأ الناس يدخلون في ملة إبراهيم الإسلام والحنيفية السمحة ما ليس فيها من طوافانهم حول البيت عريانا وإضافتهم بعض الأمور التي لم تكن موجودة في عهد أو في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكسر هذه الأصنام ونهى أن يعبد غير الله تبارك وتعالى أو أن ينادى غير الله فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبيك بل قولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا أولا ثانيا أن المسلمين حينما يطفون حول الكعبة أو حينما يقبلون الحجر الأسود فإنهم يفعلون ذلك من باب الرمزية ما معنى من باب الرمزية؟ من باب الرمزية معناها أن ما منا من أحد يقول يا كعبة ارزقيني أو يا كعبة اشفيني أو يا كعبة افعلي كذا وكذا بل كل المسلمين يقولون يا رب الكعبة فإن للكعبة رب وإن للحجر الأسود رب المسلمون جميعا يناده هو وحده سبحانه وتعالى لذلك سيدنا عمر بن الخطاب أصل لهذه القاعدة لما قبل الحجر الأسود فقال لمن معه وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرْ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فإننا معاشر المسلمين لا نعبد الكعبة ولا نعبد الحجر الأسود بل إن دم المؤمن أهون بل إن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من دم إمرئ مؤمن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا هذا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته